الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سارة على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان نتكلم في هذه الحلقة إن شاء الله عن أسباب الغفلة عن النعم علاها الناس تغفل على النعم تعربي ولا تتذكرها ولا تشكرها يقولوا ما ردوا هذه الغفلة إلى الجهل كيف تشكروا شيئا وأن تتجهلوا كيف تشكروا على نعمة وأن تتجهلها فأولا ينبغي أن تعرف النعم والذي يعرفك هذا النعم والله عليها تقول الله اللهم أعني على ذكرك ومن ذكره ذكر النعمه وآلائه ثم أشكرك ثم حسن عبادتك لأن الشكر يتحول إلى عبادة يثمروا طاعة وانقيادة فلا بدأي أخوة الإيمان البنود قناة هو معرفة النعمة معرفة المنعم الاعتراف بالقلب والانقياد بالطاعة وحب الله كذلك بالقلب هذه البنود الخمسة تاع الشكر هذا هو نقول إنسان شاكل النقطة الزاوجة من تكون النعمة عامة قاع في الناس ما تباشي للناس مثلا واحد ما يبانولاش كرعيه بللي نعمة بلهم يمشوا وعلا يبانولاش قاع النسو بمشوا عينيه ما يبانولاش نعمة الناس قاع يتشوف الهو اللي يتنفسه ما يتفكراش قاع بللي نعمة بللي يكون يطلعها ربي في السماء ولي هوداه نقوله نحبو ولا نمشو على صباح كرعينها علاه لأن ذي الهو قاع النسو بأن يتنفسوه صلاة لك تروح لها وتوليك حسبها سهلة هذه نعمة كبيرة الإسلام نعمة كبيرة والفتها والفتها والنعمة كتوالفها الطيح من بالك والطيح قيمتها ولهذا لابد من الذكر واللجوء إلى الله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسني عبادتك